إصرار أممي على دعم العملية السياسية ودعم أمريكي لها حيث وكدت الأمم المتحدة ضرورة دفع كل الأطراف المعنية بالسلام في اليمن باتجاه التوصل إلى حل سياسي وتبدو الأمم المتحدة متفائلة بتقدم في المفاوضات الجارية رغم كل المعويقات دالت على فشلها فقد صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك بأن المنظمة الدولية منخريطة بشكل إيجابي مع الولايات المتحدة الأمريكية الإشارة الأممية للدعم الأمريكي أتت بعد تلقي المنظمة الأممية وفق دوغريك تاكيدا أمريكيا بدعم مبعوثها أنطوني غوتريش لأجل التوصل لحل سلمي للأزمة اليمنية تزامن التاكيد الأمريكي على دعم الأمم المتحدة مع تصريحات البيت الأبيض الرافضة لفرض عقوبات على السعودية تتضمن وضع قيود على المساعدات الأمريكية للتحالف في حرب اليمن وقد قال وزير الخارجية الأمريكي إن فرض قيود عسكرية على الرياض يزيد من معاناة الشعب اليمني مؤكدا بأن سمراء الدعم العسكري للسعودية سيعمل على هزيمة الحثيين المدعومين من إيران كون هزيمتهم هي الطريق لضمان سلام عادل يضمن تخفيف معاناة الشعب اليمني لكن الحديث الأمريكي عن هزيمة الحثيين لم يتجاوز بعد دائرة القلق فقد صرح المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ناثان تيك لقناة بلقيس بأن بومبيو قلق من ماطلة الحثيين في تنفيذ اتفاق الحديدة وتبادل الأسرى والمعتقلين ومع ذلك فإن ميليشيا الحثي لا تبدو مقترثة للقلق الأمريكي حيث أكدت مصادر ميدانية استهداف الحثي مواقع عسكرية في غرب وشرق مدينة الحديدة بالأسلحة الثقيلة شكرا